سجلت القوات المشتركة توثيقا جويا لعملية التعامل مع متسللين حوثيين بالقرب من مواقعها في مدرية الدريهمي جنوب الحديدة حيث استهدفت مدفعية اللواء الثالث مشاه عددا من عناصر الميليشيات الحوثية كانت تحاول التسلل إلى مواقع القوات المشتركة حيث لقي عدد من المتسللين مصرعهم أثناء محاولاتهم التقدم نحو مواقع القوات المشتركة فيما تم استهداف مدفعية هاون بجوار نفق حوثي وسيارة كانت في أحد المخازر الحوثية وتواصل القوات المشتركة انتصاراتها وتكبيد الميليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح نتيجة اختراق الميليشيات للهدنة ومحاولاتها المتكررة للتقدم لكن كل محاولاتها تعثرت وتبخرت أمام صمود وصلابة القوات المشتركة